بما يتعلق بالتباطل المعركة أكو عامل مهم وأساسي جدا الحقيقة أحنا كنا مشخصين من خلال قناتكم أكثر من مرة في رغبة أمريكية كانت من دارة أوباما على أن يتحقق نصر في الموصل كجرعة الدفع إلى مرشحة الحزب الديمقراطي إلى هلالة الكرينتر التي لم تفز. هذا الأمر خلاص صار بعيد. الآن في تغيير في وجهة السياسة الأمريكية بشكل عام واحدة من أهم من عكاساتها على الوضع العراقي هو الوضع العسكري الآن السبب الأساسي بالتباطئ هو طيران التحالف القوات الأمنية بعض الضباط العسكريين العراقيين يشكون من أن الطلعات الجوية بدأت لا تتعدى أربع أو خمس طلعات يومية. طبعا وأنا أكد لك سلاح الجو هو الأساسي والفعال في حسم المعركة